قصة سيدنا حمز بن عبد المطلب أسد الله وسيد الشهداء كان سيدنا حمز بن عبد المطلب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأحد أوائل من دخل الإسلام ولقب بأسد الله وسيد الشهداء لشجاعته وبسالته في سبيل الله نشأ حمز في بيئة قوية كريمة وكان يعرف بشجاعته وبسالته ونجدته للمظلومين عندما أعلن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام آمن حمز به إيمانا قويا ووقف إلى جانبه في وجه قريش التي عادته وأذته هاجر حمزة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وشارك في جميع المعارك التي خاضها المسلمون ضد قريش وبرهن على شجاعة فائقة وبسالة منقطعة نظير في غزوة بدر كان حمزة بطلا من أبطال المسلمين وقاتل قتالا شديدا وقتل العديد من المشركين أشهرهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة في غزوة أحد خرج حمزة مع بقية المسلمين لمواجهة جيش قريش وكان يقاتل بشجاعة فائقة حتى قتله وحشي بن حرب غيلة انتقاما لمقتل عمه عتبة حزن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على موت عمه حمزة ودفن حمزة في جبل أحد ولقبه بسيد الشهداء كان لمقتل حمزة أثر كبير على المسلمين فقد زادهم شجاعة وإصرارا على القتال في سبيل الله فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الشجاعة والإيمان والصبر وأن يجمعنا على كلمة واحدة وأن ينصرنا على أعدائنا وأن يدخلنا جناته بغير حساب ترجمة نانسي قنقر